بالرغم من حظر السفر المفروض عليه زعيم المعارضة الفنزولية خوان غوائدو يصل إلى مطار العاصمة الفنزولية كاراكاس بعد جولة زار فيها دولاً إقليمية غوائدو أكد في تغريدة له عبر حسابه في تويتر أنه اشتاز بنجاح جميع نقاط التفتيش داخل مطار العاصمة مراقبون توقعوا قيام السلطات الفنزولية بتوقيف غوائدو بسبب مغادرته البلاد إلى كولومبيا رغم حظر السفر المفروض عليه وقيامه بجولة إلى كل من البرازيل والبراغواي والأرجنتين والإكوادور ضمن مساع المعارضة الفنزولية لإدخال المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى البلاد هذه المساعدات التي كانت أحد الملفات الخلافية بين الرئيس مادورا والمعارضة في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف في البلاد ففي الوقت الذي تقول المعارضة إن 300 ألف شخص بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة أكدت حكومة مادورا أن تلك المساعدات جزء من استراتيجية الولايات المتحدة لاحتلالي فنزولا وبالانتقال إلى الوجه الآخر للأزمة الفنزولية ففي الوقت الذي يستمر الصراع بين مادورا وغوايدو تستمر أكبر أزمة إنسانية يعيشها الفنزوليون بالتصاعد والكفاح من أجل البقاء وسط العنف والنقص في الغذاء والدواء وشح المياه بينما الإجراءات السياسية للتوصل لحل لتلك الأزمة أصبحت مميتة للشعب الذي تحول لقنبلة موقوطة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة في وجه المسؤولين عن تجويعه أما عن الجيش فيبدو أنه الآخر قد يخضع للعبة توازنات القوى بين المعارضة والنظام فرغم عدد الجنود المشقين الذين تجاوز عددهم السبعمائة إلا أنهم لا يزالون لا يشكلون خطرا على حكومة مادورا الذي تدين له المؤسسة العسكرية بالولاء كما سلفه في دي الكاسترو